السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نلتقي في فيديو جديد ونحن في جولة بين المحاصيل الشتوية اليوم التاسع من فبراير 2021 بنعتبر أو بنقترب من نهاية الموسم الشتوي إلا أن البعض قام بزراعة الشعير هذا هو محصول الشعير منزرع باللؤمة كما يقال طبعا إحنا في نهاية الموسم الشتوي ومع ذلك الشعير يهتم زرعته الآن لأنه سريع النطج هذا هو الشعير منزرع على مصاطب كما نشاهد والشعير يجود في جميع أنواع الأراضي ويتحمل جميع البيئات يعني نحن في نهاية الموسم نعم هذا هو محصول القمح هذا هو محصول القمح نحن في نهاية الموسم أما هنا الأرض تم الحصاد المحصول السابق البسلة ففي رغبة من المزارع الاستفادة من الأرض قام بزراعة الشعير هو إن شاء الله سريع النطج وسيلحق بالمحاصيل الشتوية وإحنا يعني هذه دعوة لو قمنا بزراعة جميع أرض مصر بالقمح أو الشعير إن شاء الله سيحدث اكتفاء ذاتي الأراضي اللي هي الأراضي الاستصلاح الحديثة أو الأراضي الصحراوية إن كانت الصحراء الشرقية أو الصحراء الغربية وهذا أكبر دليل المزارع قام بزراعة الشعير وإن شاء الله سيلحق هذا المحصول بالمحاصيل الشتوية الأخرى هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة المزارعون هنا وهناك كل يقوم بعمل في الحقل هذا ما نشاهده من بعيد هو حصاد محصول البطاطس وتم تعبئتها في شكاير أو أجولة كما نشاهد هذه عملية حصاد محصول البطاطس ومرة أخرى هذه نباتات الشعير هذا ما لدينا عن هذه الجولة هذا ما لدينا نشكركم ونشكر حسن المتابعة هذا هو محصول الثوم الرؤوس ما زالت صغيرة المزارع في رغبة منه من الاكتفاع الذاتي قام بزراعة الثوم على حواف الحقول طبعا التهم بيزرع بالفص أو اكثاره خضريا بالفصوص عن هذه الجولة نشكركم ونشكر حسن المتابعة وإن أعجبكم الفيديو الرجل اشتراك في القناة لدعمنا وشكرا ترجمة نانسي قنقر